اصنع أزمة وبعدين وفر لها حل ودي واحدة من الاستراتيجيات اللي بتحكم التحكم في الشعوب اللي تكلم عنهم المفكر نعوم شماسكي اعمل أزمة وبعدين خش انت حل تقريباً السيسي بيعمل نفس الاستراتيجية دي طول العشر سنين اللي فاتوا من لبن الأطفال لغاية الفراخ البرازيلي السمك الروسي الزيت وصولاً الى اللحمة اللي جاية من تشاد اللي جاية في وقت سعر اللحمة فيه وصل لغاية تلتمية جنيه تخيل بقى لما اللحمة يوصل سعرها تلتمية جنيه وبعدين تبعها لهم بمية وخمسين أكيدة تفرح أهو سعر الكيلو وصل تلتمية جنيه كيلو اللحمة تلتمية جنيه الحل المرة دي جاي من تشاد وبقينا نعمل حفلات وانتصارات وعمية عشان عرفنا نجيب لحمة من بره المشهد هنا هو دخول اللحمة بتاعة تشاد لمصر برعاية حزب العسكريين المقرب للسيسي حزب اسمه مستقبل وطن التغريدة هي مصر تستقبل أول شحنات اللحم المبردة من من تشاد بوزن خمسة وخمسين طن ستباع للمواطنين بسعر مية وخمسة واربين جنيه كيلو برعاية حزب حمات وطن يعني فانت هتلاقي اللحمة رخصة السؤال الأولاني معلش يعني هو من إمتى حزب بيستورد بيستورد لحمة يعني نفهم إن الشركة بتستورد لحمة مصنع إنما حزب يستورد لحمة الحزب رخصته فيها إنه يورد ويستورد طيب من إمتى ومين بقى حزب حمات وطن اللي بيتصدر المشهد عشان يبقى كمنقذ للمصريين تعالوا نفكركم إن احنا تكلمنا عن الحزب ده في أغسطس اللي فات شهر أغسطس اللي فات نسمع كده انضمام ضخم للحزب من قادة عسكريين هل يتصدى حمات الوطن العمل السياسي في مصر؟ حلوة جدا حلوة جدا كل سابق بجهاز سيادي قال فاتصال هاتفي مع عربي بوست أن هناك تهى فتن من المئات على الالتحاق بحزب حمات الوطن بالفاعل في الأسابيع الأخيرة بل أن لديه معلومات موسقة بأن هناك العشرات من أعضاء الأحزاب المصرية الأخرى ومنها مستقبل وطن ألغوا عضويتهم في تلك الأحزاب من أجل الانضمام إلى الحزب الذي يمكن وصفه بأنهم موسل القوات المسحة في العمالة السياسية في مصر مين بقى اللوى فؤاد عرفة؟ ويا لقته بالسيسي نروح للسنة 2014 اللوى فؤاد عرف رئيس قسم المعلومات والتغنية السابق بلي بلدنا اليوم العمل المخابراتي جمعني بالسيسي مرتين أهلا أهلا يعني إحنا في أغسطس اللي فات قلنا لكم مين هو حزب مستقبل أو حمات وطن وقلنا لكم مين هو اللوى فؤاد عبد العز عرفة؟ الشهير باللوى فؤاد عرفة وقتها اللي هو كان بيشتغل في المخابرات العسكرية كان السيسي رائد وهو عميد في المخابرات العسكرية فعرفت مين الحزب اللي دلوقتي عرفتنا مين هو الحزب اللي بيستورد لحمة لكن مش عارفين بقى مين اللي أهل الحزب انه استورد لحمة السؤال الثاني بقى هو الحزب السياسي ده وده اللي مهم جاب الدولارات منين إذا كان النادي الأهلي على مدار الأسابيع اللي فات كان بيعاني من نقص الدولار ومش عارف هي قابض الناس اهو صورت غضب في الأهلي الأهلي يعاني من قزمة سيولة رئيس لجنة الانتاج الحيواني في الحزب قال لك احنا اشترينا الدولار من السوء السودة عشان ندفع لمصر التيران ما هو بش بس يدفع مصر التيران ويدفع لتشاد وعشان نعرف دي اللحمة وكله طبعا على حساب الزبون ده اللي خلى حمات وطن يزود سعر الكيلو خمسة جنيه رئيس لجنة الانتاج الحيواني بحمات وطن قال لك اهو محمد جمال يقول بمداخلة متلفزة ان شركة مصر التيران فرضت عليهم الدفع بالدولار لشحن اللحم من شاد مما اضطرهم لشرائهم من السوق السودة وزيادة كيلو اللحمة خمسة جنيه ايه ده ايه والله لان مصر التيران خلاص يعني عملت حاجات دي بفلوس بالدولار او باليورو حلو قوي يعني حضرتك دفعت المصر للتيران تمن الطيرات دي بالدولار ودفعت الاتشاد بالدولار او باليورو يعني اللحمة كانت بمية واربعين حضرتك عملتها بمية خمسة واربعين عشان انت نزلت تشتري دولار من السوق السودة طب الدولار والسوق السودة وصل لكم لتسعة وثلاثين بيقولوا ستة وثلاثين وتمانية وثلاثين وتسعة وثلاثين ستة وثلاثين طب ازاي اما ان اللحمة دي تكرار للشغل توفيق عبدالحي ايام السادات لما كان بيجيه في راق فزة او ان اللحمة دي سعرها رخيص قوي او امن ان الموضوع فيه ان خاصة لما تلاقي احتفال وزارة التموين بوصول اللحمة بتاعة حماط وطن من الشاد وقال لك يا جماعة دي لحمة رخيصة قوي وجودتها حلوة قوي رئيس قطاع التجارة الله ما ترسلكوا على بر رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين يا اوه لان جودة اللحمة تشادية عالية جدا طيب وانتوا اللي استوردتوها ولا وقريبة من المصري والسعرها يبدأ من 130 جنيه مش كانت 145 اه يا جماعة فيه ايه هي اللحمة دي ده فيه حاجات ده فيه فيه فتة يا بيه اغرفلك اه ده انا هقولك دلوقتي ده انا هقولك ده فيه فتة اما ليه ده انت اولا ما تعرفش اول مرة نسمع عن حزب بيستورد دي جديدة لحمة بقى ليه في مواعين مش مهم حزب بيستورد دي جديدة جدا ده واحد اتنين انت ما تعرفش سوري هو اللي استورد الحزب اما ليه داخل وزارة التموين ما تعرفش تلاتة الحزب جاب الدولارات من اين قالك من السوق السوداء يا راجل اشتريت الدولار بستة وتلاتين جنيه من السوق السوداء او بسبعة وتمانيتين تمانية تلاتين واتفضل تشتري كده من السوق السوداء قالك اه طيبت اربعة هو اللحمة الكيلو بمية تمانية واربعين او مية خمسة واربعين ولا بمية وتلاتين زي ما قالت وزارة التموين خمسة بقى كبيرة بقى سوري هو معلش هو كان فيه كلام كده طرتيش كلام سمعناها من تشاد ان انتو ان مستقبل وطن بيعمل استثمار حيواني في تشاد ليه وان هذه الحوم اللي جاية دي جاية نتيجة استثمار حيواني عملوا حزب مستقبل وحامات وطن في تشاد طيب ازاي يعني لحق يجيب عجول ويربيها وتبقى لباني وتجبر ويتبحها ويجيبها بسرعة قوي كده ايه دي احنا في زمن الزرة يعني حطت العجول اسبوعين كبرت ما شاء الله دبحتوها وجبتوها وبعدين لما انت هتستثمر في العجول يعني تشتري عجول حية طيب عندنا مصر ليه حامات وطن رايح تشاد بلاش لما عندنا السودان دي وريبة جدا للسودان والله ده السودان اقرب ليه لم تشاد ليه رايح تشاد يعني عندك مصر وعندك السودان ليه رايح تشاد ففيه فتة فيه بزراميت حاصل كبير قوي اعلام النظام كمان عامة اول ما اعلام النظام يفرح بحاجة ويهلها تحسس اي حاجة بقى هو هو الرجل بتاع المانيا قالك تحسس مسدسي عندما اسمع كلمة ثقافة اتحسس مسدسي انت بقى انت تحسس اي حاجة ما عندكش مسدس فطلع يوسف الحسيني بتاع الدولار يغني على نغمة واحدة يعيش مولانا وبطيخ مولانا اهو اطلع بيوسف دولار اطلع اطلع لأ ده انا كمان عندي لجنة للمتابعة وكل حاجة علشان خاطر ابقى انا شايف ان اللحمة بالمزبوط المرعب بتاعها سليم الدبحة بتاعها سليم التبريد بتاعها سليم عملية النقل المبرد بتاعتها سليمة الى اخر طيب هيبقى في عندي ثلاث رحلات اسبوعي كل رحلة تقريبا حوالي خمسة وخمسين طن من اللحوم المبردة طيب قد ايه كده اتناشر رحلة شهري كميات مستهدفة تتراوح ما بين ستمائة وستين لتمنمائة طن كل شهر تدخل للبلاد سيبك من ان يوسف الحقيقة فائد الاهلية وفائد الوسامة وفائد الكاريزمة انما كمان فائد المعلومات طيب قل لنا يا يوسف ستمائة طن سهريا هيجيبها فلوسها منين وبعدين يوسف قال جملة هنا بصراحك هلازم نوقف عندها شوية ارجع كده يا علي ارجع كده يا علي ماانش يا يوسف قال ايه قال جملة مهمة من اول الفيديو ارجع كده علي تفضل المتابعة وكل حاجة علشان خاطر ابقى انا شايف ان اللحمها بالمزبوط المرعب بتاعها سليم الدبح بتاعها سليم التبريد بتاعها سليم عملية النقل المبرد عملية النقل المبرد بتاعها سليمة حلوة قوي يا يوسف انت مين اللي بيلبسك اصلا ده بيلبسك في حيطة خليها نشوف بقى عملية النقل المبرد بتاع الشحنة دي كتعاملة ازاي كده خش عالصور خش عالصور اهلا 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 بص بقى حضرات بص يا حضرات بقى بص 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 تفرج وشوف لحمة متربطة لأ سيبك بالاساد زي معلش الاخ بتاع تشاد خلينا في اللحمة بص اللحمة بص اللحمة بص وصلي بص لحمة جاية ايه بقى لم تجلدة ولا متبردوا على حاجة وبعدين ما نقول ايه دي لحمة وقعت من القطر دي لحمة وقعت من القطر يلا بقى هاتلي بقى جوة الطيارة عشان بس هيقولك ايه قص دي برا الطيارة لما كانوا المشرفين بتاعوا الجمارك وبتاع الطب البطري كانوا بيشوفوها حقك حقك يا بو كمال حقها كده بيشوفوها لقى جوة الطيارة بقى انت هتلاقي فيه صور انا عربتها النهاردة على قناتي على يوتيوب صور جوة الطيارة يا عم جوة الطيارة ايه ده بس جوة الطيارة نفس القصة دي بالزبط نفس الليلة الزرقة دي تخيل دي لحمة جاية اربع ساعات نقل ده غير بقى وجودها في المطار يعني دخلت في حقالي 12-13-14 ساعة كده دي تبقى عاملة ازاي لو علي بس يسمع كلامي وهخش على المصر اليوم هتلاقي في المصر اليوم صور اللحمة جوة الطيارة فاول ما اعلام النظام يهلل لشيء اعلام انه فاسد والله خدها مني كده اول ما اعلام النظام على رأسهم الوقت يوسف بتاع الدولار انت شفت يوسف نفسه لما قالك الدولار لن يرتقي الدولار من الوقت ده وصل 36 و37 ده يوسف حسيني اول ما تطلع لميس اذا كان الغراب بشير قوم فانزرهم بالخراب فاول ما تطلع لميس تقولك ان الدنيا ربيع واللحمة تلاجة اول ما جوز هيقولك كلمتين حلوين عن اي حاجة اعرف ان الشيء ده فاسد تخيل يا حضرات تخيل دي طريقة نقل لحمة تخيل تخيل دي طريقة نقل لحمة دي لحمة يا حضرات مر على الاقل برة التلاجة حوالي 12-13 ساعة تخيل دي لقوا مرمية في الطهرة فوق كده بص تفرج 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 على العار دي لحمة يا كروة بنقل مين اتفرج على العار اتفرجوا يا حضرات على العار يقولك اللحمة اهم حاجة يوسف حسيني تكون النقل مطمن النقل مبرد هات كلام يوسف حسيني على تتطمن على ان اللحمة منقولة كويس النقل المبرد النقل المبرد ده تقرف والله العظيم تقرف والله تقرف اهو العب بقى كده دي لجنة للمتابعة وكل حاجة علشان خاطر أنا شايف أن اللحمها بالمظبوط المرعب بتاعها سليم الدبح بتاعها سليم التبريد بتاعها سليم عملية النقل المبرد بتاعيتها سليمة إلى آخر طيب هيبقى فيها هذه الثلاث رحلات شكرا لك يا يوسف قادي يا يوسف المنظر النقل سليم والنقل المبرد ولو دخلت على المصر اليوم برضو يا علي هتشوف اللحمة جوا الطيارة مفيش تلاجات مصر اليوم بس اسمع كلامي عشان أنت بتجتهد كده إنما خشها مصر اليوم شوف اللحمة دي كتعاملة زيجة والتلاجة مرميها نفس الرمية دي ولا تلاجة بقى مغلفة ولا الكلام الفارغ ده ما عندناش حاجات دي نعندنا شعب ليه وبعدين ايه نازل المطار عادي مفيش كسوف مفيش خجل مش بصلا يا رجع حطه في التلاجة على طول لا ما عندناش حتلاجات احنا نسحب كده زيش عارف العربية بتاع الشنط المطار ايه كده نرس القصة اسحب وبعدين نرمي في الجماريك هناك طب يا جماعة مفيش حويات شاحنات حويات كده تحط فيها التلاجات دي حتى نلحق ماتى بقى من اللحمة نلحق اي حاجة لا مفيش اسحبها زي سير الشنط كده تفضل تسحبها تودها بقى هناك والارضية وتقب بقى بقى من خلص الورق والاجراءات والشمس تطلع عليها وبقى مفيش حاجة بعض الناس علقت على الصور دي وقالت انه ده ما ينفعش تظهر اللحمة كده الناس وهي كده خلفت معايير التخزين وده اللي كتبه المدون والطبيب البطري خالد خالد كتب وقال الكلام ده قال يا حضرات بالنص بغض النظر عن ان هذه اللحوم قادمة من خارج مصر على متن ايجبتير سواء كانت من شاد او من غيرها وانه المفترض ان يتم اعدام تلك اللحوم حلوة صلحة بهذا الشكل وذلك لمخالفة معايير النقل والتخزين الصحية لا اعرف كيف تم السماح باستيراد الحوم من خارج مصر بهذه الطريقة من البداية بدلا من ان تكون متابعة الاشتراكة الصحية للنقل والتخزين وهي معلقة بفاصل صغير ما بين كل زبيحة مبردة بدرجة حرارة من واحد الى اربع درجات مقوية وملفوفة بقماش ابيض معقم ونظيف اللي بعده كمل كمل خالد بيقول ايه ده بقى هل انت شفت كل ده ما حصلش هل انت شفت كل الليلة دي ما حصلتش ما حصلش لازم تكون من واحد لاربع اطلع بقى بالصور دي كده من واحد لاربع بص كمان 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 بص اجوه الطيارة بس 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 ادي اللحمة جوه الطيارة ايه ادي اللحمة جوه الطيارة يا حضرات شايف اللحمة جوه الطيارة يا حضرات نفس القصة هل دي اماكن متلاجة من واحد لاربع مقوية جوه الطيارة هي كده ما حطوها كده زي الشنط زي دبابات ما حطوها زي عربيات ما حطوها زي اي حاجة لكن المكان اللي هي فيه مش فرجدير مش تلاجة يعني درجة الحرارة المكان ده مش من واحد لاربع درجة مقوية لا ده درجة حرارة عادية تكيف عادي كأنك أدفع النمطرية يعني في الصالون بص واللحمة هل متغلفة زي ما قال للأستاذ خالد قال إيه بقى قال لابد أنها تكون متغلفة مغلفة معلقة بفاصل صغير ما بين كل زبيحة مبردة بدرجة حرارة من واحد ملفوفة بخماش أبيض معقم ونظيف هاتبقى الفيديو كده يا علي الحتة اللي كان فيها اللحمة عملة تلعب كده في حتة في الفيديو كانت اللحمة عملة تلعب عارف بتلعب مش حد يقدر يحكينا إزاي حصلت المعجزة دي على فكرة بيننا وبين تشاد في الخريطة ملأ يقل عن 4 ساعات سفر فعلا بالطيارة ده غيرا الحاجات دي قعدت في مطار تشاد نواجمينا تقريبا المعاصمة وبعدين اتحركت وبعدين دخلت والطيارة خلت مكانها على التراك بتاعها وبعدين طلعت الطيارة بص تفرج تفرج التخيل دي لحمة سفرت وهتساء ولسه ولسه بص اه بص بص المنظر ده قماش أبيض ملفوف معقن ده هو حبل بس ده حبل ورمي يا عام اتبح ورمي اتبح ورمي مع شعب لازم يتعدم زي ما قال للرجل الدكتور بطري الشحنة دي لازم تتعدم مش حد يحكي بنا إيه تفاصيل زي المعجزة دي حصلت وليه الحاجة بتيجي من بره أرخص حاشا لينا ليه اللحمة بره أرخص تب الفراخ البرازيل الخيصة بره ليه اللحمة التشادي واللحمة البرازيلي برده أرخص ليه المتحدث باسم حزب شركة حماة وطن طلع حكا لنا قال إيه اشتروا أرض في تشاد وعملوا عليها قال إيه مزرعة وبيوردوا قال إيه من مزرعة في تشاد لحمة وعياجني أسدأ اسمع اسمع أرض على مساحة كبيرة وحطينا فيها أبكار غيرنا المرعى خلناها نفس المرعى اللي تناسب المستحلك المصري زرعنا عدد من الأراضي الموجودة وبدأنا نعمل حجرة على كمية من الأبكار دولة تشاد هي دولة مسلمة بيتباحوا حلال في موافقات على المجزر في لجنة من هيئة التب البطري ووزارة الزراعة موجودة هناك بقى لشهر يتشوفوا على العجل من قبل ما بيخش يهو على رأي الراجل الراجل اسمه منصور في رواية اسمه إيه اللي هو أفتح الشباك والقضية 68 يا عالم رحت حضرتك تعمل مزرعة في تشاد في تشاد ورحت اشتريت أبكار في تشاد وقلهم عندنا اكتفاء ذاتي من اللحوم أهو أهو الانتاج الحيواني اطلع يا عم كده صوت الأمة الانتاج الحيواني في مصر صارت مشروعات في طريق الاكتفاء الذاتي اهتمت مصر منذ سنوات بتأمين ملف الانتاج الحيواني مع الزيادة السكانية الهائلة وعملت القادة السياسية منذ 2014 على سد الفوجة الغزائية والحفاظ على السر والحواني حضرتك بتقول لي انت رحت سبت مصر كلها بجو مصر بأرض مصر بخير مصر ورايح اشمعنا اشمعنا ورايح تشاد شاد مع احترامي وتقديري لشعب ودولة شاد رايحة شاد تزرع فيها وتشتري بقر وتربي البقر ليه 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 تب زعلان من مصر اوكي ما رجش السودان ليه اقرب السودان اقرب ليه وبعدين تدبع حينك ليه تم اجيب البقر السليم واحنا هنتصرف فيه يا جدعان اقولوا كلام معقول بجد يا جدعان الدماغ هتطير مش باقي حتة خلاص خلصت ليه السودان زعلتك في حاجة واقرب ده السودان ترمي فيها ايش اللب تطلع شجر ده فيها نيلين نيلين السودان فيها النيل الازرق والنيل الابيض انا رحت الخرطب وشفتها السودان حاجة عظيمة جدا روح ازرع في السودان ربي في السودان بقى حاجة جامدة جدا ده اذا كانت بتحمى عليه صدرك مصر ليه بقى يمكن شاد احسن اه صدق شاد يمكن احسن من السودان واحسن من مصر انما والسؤال فين شاد دي ازاي تشاد دي عملت كده ازاي حصل فيها اللي حصل ده خلاني نشوف كده تشاد دي حضرات معلش شوف تشاد دي حصلت دولة محاطة بست دول لا 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 هاتلي دولة تشاد الاول سيبك من تشاد ما حدش فهم دي تشاد دولة ما عندهاش بلقونات وشابيك ما نبصش على حاجة بص على الجران دولة محاطة بست دول تلت اربعة صحراء هي صحة مش حياتها كبيرة وعندها نهر صحيح قادة شادة بص يا حضرات بص شكرا شوف يا حضرات مصر هي والسودان شادة هي تحت ليبيا وجنب النيجر هي محاطة بليبيا بالسودان بالنيجر بالسودان الجنوبي دولة بص دولة ما عندهاش ما عندهاش بلقونا ولا شباك ما نبصش على حاجة اوكي تلت اربعة الدولة دي صحرة الناس عايشة في الجنوب بس المزارعين عايشين في الجنوب لانه خصب وبيت الدولة صحرة مش مسدى خد الخبر ده خش هات الخريطة بقى هات الخريطة اللي انت جيبتها من شوية خريطة تشاد بقى هات الخريطة دي تشاد يا حضرات بص صحرة تلت اربعة صحرة والجنوب بس هو اللي الناس عايشة فيه لدرجة ان مزارعين تشاد بيمشوا بحثا عن الزهب وهروبا من الجفاف قدل خبره ضحايا الجوع مزارع تشاد ينزحون بحثا عن الزهب وهروبا من الجفاف فاحنا في بلد اهلها بيغربوا من الجفاف تلت اربعة صحرة رايحين نزرع هناك وننتج ونشتري بقر ونربيه هناك ونتباحه على طول اوما اشتريناه وبعتناه مصر امتى امتى ليه يا مصر يعني مصر ايه يعني قلت المساحة خلاص عندنا تبقى فعلت عليك مصر خالص يا حماة الوطن ما روحتش طبعا كله كذب ما تصدقش ده كله كذب يعني هناك خدنا مزارع وزارعنا وربنا بقر ده كله كذب اوه تصدق كله ده كذب الناس على سوشال ميديا شافت ان دي لقطة من اجل الاستثمار لصالح حماة الوطن زي ما قال حساب باسم محمد محمد قال بالنص كده او علي حتى قدامي قال دي مبادرة حزبية على فاكرة محمد الجمال رئيس اللجنة بس في حزب حماة الوطن طبعا فكرة ان الراجل طالع يقول انه اشترت دولار من السوق السودة وكأنه عادي كده دي نكتة يعني التفصيلة المهمة ان الحوار ده استثمار مش شراء لحوم اختروا البقر نفسه لحسابهم من التشاد وبعدين وردوا لحمة مهزلة عايشها او عايشها مصر من تجارة على قفى المصريين في راغ برازيلي للحوم التشاد ده اللي كتبوا مهزلة عايشها او عايشها مصر من تجارة على قفى المصريين في راغ برازيلي للحوم التشاد ده اللي كتبوا الحساب او صاحب الحساب ده لما بيقول اللحوم لو انت قاعد في مدرجات الشمال يبقى الفراخ البرازيلية لو انت قاعد في المدرجات اليمين يبقى اللحوم التشادية اما لو انت قاعد في المقصور الرئيسية يبقى لحم الحمير الناس تانية سألت هو كل استيراد من برة طب أمال مصر بتعمل ايه ده اللي قاله الحساب ده قال اللحوم التشادية والفراخ من البرازيل والأسماك النرويجية والسكتلندية والأقمح الروسية وأوكرانية وهندية والطمر من البحر الأسود بوساطة تركية يا مصر بتعملش حاجة بنفسها خالص لا ما بتعملش في النهاية الحقيقة الدولة للأسف بتدمر أو دمرت دمرت رسميا الانتاج الداجلي الدواجل ودمرت الانتاج الحيواني لصالح عصابة السيسي وتوقف حال الناس وده برضو اللي حصل مع قطاع الدواجل لو انت فاكرين زي ما نشر أو النشاطاء نشروا على السوشيال ميديا صراخات منتجي الدواجل ده أخبار الغد منتجي الدواجل توقف توريد بعض المصانع العلف وانذار بتصاعد الأزمة طبعا السيسي بيجرد البلد من كل شيء من صناعة من إنتاج حقيقي انت ممكن تشوف ان صناعة الدواجل دي ما تخصكش في حاجة كيسي تخصك لانه عارف ما فيش بيض انتهت خلاص وكان فيه خبر من كام يوم كده ان كرتونة البيض هتوصل الى رقم غير مسبوق لانه ما فيش دواجل ما فيش صناعة الدواجل بتتضمر تماما عبد الفتاح بلح يا حضرات ضمر كل صناعات مصر صناعة الدواجل الانتاج الحيواني الزراعة كل الشيء تم تدميره اهو الأسعار ستصل لمستويات غير مسبوقة في الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة أسعار غير مسبوقة عبد الفتاح نجح بجدارة انه يحول بلد من بلد ممكن تعمل فيها حاجة الى بلد ماتت تماما في كل شيء لصالحه ولصالح عصابته وطبعا برعاية الدول الإقليمية خلينا نطلع فاصل ونشوف أسرار رمضان في القرآن الكريم خمس أسرار لرمضان أو عن رمضان في القرآن الكريم مع الدكتور جمال عبدالطار